كلامنا لا يتوقف يوميا عن المواجهة الكبيرة بإذن الله بين منتخبنا الوطني والمنتخب السنغالي في تصفيات كاس العالم وقبل ما أخذ المداخلة اللي معادي ومداخلة مهمة جدا من واحد من النجوم الكبار في المنتخب السنغالي النهاردة محمد صلاح شارك في الشوت التاني من مباراة ليفربول وأرسل المباراة اللي كسبها ليفربول 2-0 هدفين ليجو تاوي في المانيو عشان يبقى الفرق بين ليفربول ومنشار السيطة على صدارة نقطة واحدة نقطة واحدة ده بالنسبة ليفربول ده بالنسبة لمباراة أرسل والنتيجة جيدة بس الأهم بالنسبة لنا أن محمد صلاح الحمد لله الحمد لله الحمد لله شارك في هذه المواجهة وكان بيجري وبتحرك وخلاص اتطمننا اتطمننا خلاص فإن شاء الله المنتخب يبقى كامل المنتخب يبقى رائع محمد صلاح ركيزة أساسية والأمور تمشي بشكل كويس بالمناسبة ليفربول لأرسل النهاردة الشوت الأول كان شوت مملة جدا ليفربول برضو ما كانش في أحسن أحواله الشوت التاني مجرد بس ما صلاح وقف على خط جوتا جابت جون تعبير مجازي يعني ما عملش حاجة وقف على خط بره يعني لسه هنزل بس محمد صلاح كان وقف على خط جوتا سجل هدف التقدم ليفربول نزل صلاح مكان جوتا ونزل فرمينيو كمان في هذه المواجهة مكان دياز وقدر فرمينيو يسجل هدف التاني عشان ليفربول يكسب مواجهة في منتهى الصعوبة أرسل في أفضل أحواله خمس انتصارات متتالية أرسل بينافس على المركز الرائع في الدولة الإنجليزة عشان يصعد لدولة أبطال أوروبا مواجهة كايت في منتهى الصعوبة وطبعا محمد صلاح بسبب الإصابة التي تعرض لها في مبراد برايتون الماضية ما بدأش هذه المواجهة بس نزل لشوء التاني فاتطمنا وخدنا نفسنا وارتحنا وعميني نقول يا رب ربنا يستر عليه الحمد لله